تستانف كييف وموسكو اليوم جولة جديدة من المفاوضات عبر تقنية الفيديو في خضم الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وفي توقيت تتضاعف فيه الجهود الدبلوماسية على الرغم من المعارك المحتدمة وأجرى مفاوضون من موسكو وكييف جولات عدة من المحادثات منذ بدء العمليات العسكرية بدوره قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين هذا الأسبوع إن هناك بعض التحولات الإيجابية في الحوار والمفاوضات تجري بشكل شبه يومي أعلنت وزارة دفاع الروسي أن قواتها أخرجت من الخدمة نحو أربعة ألاف منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي إيجور كوناشينكوف إن ضربات السلاح الجو الروسي أصابت 187 هدفا عسكريا أوكرانيا بما فيها محطة رادار ومستودعان للذخيرة والوقود إضافة إلى 31 موقعا لتمركز المعدات العسكرية كما اشرت إلى أن إجمالية حصيلة الأهداف العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها حتى الآن بلغ 143 طائرة مسيرة و1267 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى و124 راجمة صواريخ و457 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و128 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة أعلن وزير المالية الروسي أنتوان سيلوانوف أن حجم احتياطية الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي الذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية بلغ نحو 300 مليار دولار وقال سيلوانوف إن ما يقرب من نصف الاحتياطات الروسية البالغة 640 مليار دولار قد تم تجميدها ولا يمكن استخدامها في الوقت الراهن مؤكدا أن روسيا لن تتخلى عن الالتزامات أو التزامات ديونها لكنها ستسددها بالروبل وأشار وزير المالية الروسي إلى أن بلاده تمتلك ما يكفي من الأموال لضمان إنتاج السلع وإجراء تعاملات المالية اللازمة وحذرا من أن العقوبات ضد روسيا سترتد لاحقا على من يفرضها